كابتن أسامنة بيه مدير فني جديد لنادي الزمالك كابتن أسامنة بيه مكمل نهاية الموسم؟ طيب خلينا نرجع شوية الورا كده كريم نتكلم عن اجتماع مجلس إدارة الزمالك اللي هو كان بعد مطش الأهلي حيل إيه اللي حصل؟ خرجت علينا شوية قرارات رسمية كده من في بيان لمجلس إدارة الزمالك إن الراجل مكمل وخدنا وصوتنا والتصويت 9-1 والقرار هنعلنه بعد 3 مطشات بعد مطشفاكم القرار اللي كان إيه القرار كان رحيل فريا طيب إيه اللي حصل أو كواليس الاجتماع المجلس ده لإنه اضطرح اسم مدرب أجنبي في القعدة دي أصلا طيب وقتها تعرض على مجلس الإدارة كل واحد يأخذ ورقة ويقول رأيه وعايزين إيه فالكل أجمع إن الراجل لا يمشي خلاص وصلنا لمرحلة صعبة والراجل لازم يمشي داي من البديل يا جماعة البعض قالك مصري عشان أزمة الدولار والبعض قالك لا أجنبي ومش ينفع غير أجنبي طيب مين أجنبي قالك فمش ينفع دلوقتي إحنا في نص الموسم طيب مين البديل المحلي قاله اتنين كابتن خالق جلال كابتن أسامة نبي يعني حصل شيء بإجماع كده إن كابتن أسامة هو اللي يجي هو اللي كان في المركب وعرف الدنيا دائرة إزاي وأكتر واحد دارق بمستوى اللعيبة حاليا ويقدر كمان يحتوي اللعيبة فكابتن أسامة يكمل طيب كابتن أسامة جامعة نجيبه مؤكد ولا نجيبه لنهاية الموسم ده اللي فجر شوية الكلام طيب لأ كابتن أسامة ييجي لنهاية الموسم وخرج رئيس ناتزة مالك في الاجتماع ده للأعضاء قال لهم أنا هفوت باتشيكو لا أنا بقول لك كلام باتشيكو مدرد بيراميدز أنا بقول لك ده اللي تقال بالزبط القعدة دي كان اجتماع مجلس إدارة الكلام اللي أنا بقولولك نصا هو أشاد بباتشيكو بعد المباراة بعد مباراة الزمالك هو أشاد جداً بباتشيكو فقال لهم آيه في قال لهم أنا علاقتك ويساب باتشيكو هفوت باتشيكو من دلوقتي للموسم الجديد باتشيكو عقده يا كريم مع بيراميدز ستة شهور يخلص بنهاية السيزون فهو قال لهم هو العقد ستة شهور أنا هتكلم معه من دلوقتي إنه هو ما يجدتش هو العقد ستة شهور وفيه ممكن إضافة موسم هتكلم مع أنه هو ما يجدتش ويخلص الست شهور نكون إحنا أصلا فيه اتفاق مسبق بنا ويتم تفعيله من السنة الجاية ويكون باتشيكو هو المدير الفني للزمالك في الموسم الجديد ده ممكن نتغير يا كريم أه طبعا ممكن نتغير وفق اللي هيحصل مع كابتن قسامة نبيه كابتن قسامة نبيه ممكن ياخد الزمالك لبيت في بطولة أفريقيا فالأمور تختلف تماما ونلاقي كابتن قسامة هو اللي مكمل الأمور تفضل كده ماشية مع الزمالك هيبقى هو مؤقت لنهاية الموسم ويبدأوا الزمالك بقى يناقشوا مؤقت لنهاية الموسم ولا مؤقت لكم مباراة ما هو كم مباراة ده يتحجيب أمين واسخب بالك ورازل تحسبها حزبا برضو أعمق شوية وكابتن قسامة نبيه لو عايش في أي لحظة إن شاء الله ربنا يوفقه بإذن الله يعني بس لو عايش في أي لحظة عدم التوفيق اللي اتعرض لها فريق أربع خمس ستة مباريات مفهومش توفيق هلا هيكمل نهاية الموسم بص يعني محن ما بنتكهنش بالله يحصل مستقبل السنة بقولك موفيش نانيوهات نحن بكل اللي التوتوي دوت بالمستقبل أيوا بالمستقبل بس أنا بقولك اللي تناقش في اجتماع المجلس هل بقى هم ممكن وفكا لأن مثلا كابتن قسامة زي ما أنت بتقول أربع خمس ماتشاط فيمشي فيبدأوا هيكون في خلاص صعب إن أنا فعوض باتشيكو طب الوضع إيه أنا لازم أمشي كابتن قسامة هيبدأوا بقى ينقشوا لكنها بقولك السيناريو اللي هم رسمينه إن كابتن قسامة يكون معايا لنهاية الموسم وفقا برضو للنتائج لكن لو هو الراجل يعني ما فيش استقرار إنه هو اللي يكمل بعد نهاية الموسم أفاوض من دلوقتي بتشيكو للموسم الجديد كابتن قسامة بقى مشي بشكل وحش فبعد أربع خمس ماتشاط لقدر الله في مفروكيا لسه يعني ده ما ده ده السيناريو مش مرسوم ما مرسومش أنا بقولك السيناريو اللي ترسم إنه يجي كابتن قسامة وفي البيانة على فكرة بتاع مجلس قدرات زمانك قالك كابتن قسامة مدرب مؤقت لنهاية الموسم مفهوم فهو موجود لنهاية الموسم نهاية الموسم دي بقى بالنسبة له مربع ماتشاط فتبدأ بقى فكرت يعني نهاية الموسم إنه هو يكمل لنهاية الموسم ويتنفذ السيناريو اللي هو أو هو يتقلق ويبدع فيبقى مكمل بعد كده ودي فرصة العمر الكابتن قسامة اللي هو انتظرها كتير